موضوع حياتكم مبارح كلامنا النهاردة كله في الحلقة كلها عن المديل الفن القادم لمنتخب مصر من الأسماء المرشحة ايه هي المعايير اللي هنختار بيها المديل الفن القادم لمنتخب مصر لو حطينا المدربين المصريين المرشحين على جنب ونتكلم أكتر عن المدربين الأجنب على جنب دي اللي هو احنا عشان عارفين يمكن المدربين المصريين الدائرة بتدوره على مين؟ بتدوره على الكابتن حسن شحاتة الكابتن حسام حسن الكابتن أب جلال دخل شوية كابتن علي ماهر ودخل شوية كابتن أحمد سامي دي الأسماء اللي تدار فيها الأمور بالنسبة للترشحات على الأسماء المحلية لكن الأسماء الأجنبية في أسماء كثيرة طبعا متاحة أسماء كثيرة أنت بتبص على معايير كثيرة منها السن العمر عايزه كبير ولا شاب كبير عشان خبراته الكبيرة والكثيرة ولا شاب له طموحات عديدة ولسه عنده طموحات عايز حققها مثلا عايز مدير فني اشتغل معاك قبل كده ولا مدير فني ما اشتغلش معاك قبل كده عايز مدير فني أصلا اشتغل منتخبات قبل كده ولا ما اشتغلش منتخبات عايز مدير فني اشتغل في القارة الأفريقية ولا ما اشتغلش في القارة الأفريقية كلها معايير هيحطها اتحاد الكرة لكم بعض الأسماء الأجنبية المتاحة منها من تم ترشيحه على طاولة اتحاد الكرة ومنها اسماء متاحة جمناها لحضراتكم هنقول لحضراتكم ان هي متاحة بس متاحة في السوق زي ما بيقولوا ممكن اتحاد الكرة يفاوضها في الايام اللي جاية وهبدأ من عند هكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخبنا الوطني هتكلم عنه تفصيلا وهتكلم عنه عن مشواره التدريبي هكتور كوبر ارجنتيني عنده 66 سنة الفرق اللي تولى تدريبها منتخب مصر منتخب الكونو منتخب اوزباكستان طبعا انديت فالينسا وانتر ميلان وريال مايوركا وريال بتيس اخر فريق بيدربه هو منتخب الكونغو وما زال في منصبه في تدريب المنتخب الكونغولي راتبه هو واحد ونصف مليون يورو في السنة ايضا من الاسماء المتاحة او الممكن يتم التفاوض معها توني كونسيساو برتغالي عنده 60 سنة تولى تدريب منتخب الكاميرون والفايصال السعودي وفيتوريا ستوبال البرتغالي وبلينسيس البرتغالي وكلوج الروماني واخر فريق ضربه منتخب الكاميرون ورياتبه السنوي 750 الف دولار ايضا جرنوت روهر المدير الفني الالماني عنده 68 سنة خبراته كبيرة جدا ضرب المنتخب البركيني ومنتخب الجابون ومنتخب نيجيريا ومنتخب النيجر بدرب فرق النجم السحالي التونسي وساليسبورج النمساوي ونانت الفرنسي واخر فريق ضربه هو المنتخب النجيري راتبه السنوي 600 الف دولار خبرات كبيرة جدا في القرى الافريقية ايضا منوفان ريفيتش السربي عنده 68 سنة تولى تدريب المنتخب الغاني والمنتخب القطري والمنتخب الجزائري ومنتخب تايلاند والاهل السعودي واخر فريق كان بيدربه منتخب غانا راتبه السنوي 360 الف دولار رقمه ليل طيب المنتخب ده جامد جدا ليونارد دو جرديم انا من المنتخبين انا احب اشوفه مع منتخب مصر لو اتحاد الكرة نوى التفاوض معه هو مدير فني برتغالي عنده 47 سنة تولى فرق الهلال السعودي وموناكو الفرنسي لاجبونة الاسباني براجال برتغالي اوليمباكوس اليوناني واخر فريق ضربه هو الهلال السعودي راتبه هو 7 مليون يورو في السنة رقم ضخم جدا بالمناسبة انا فكرة السن الصغير دي ميال ليها سواء ليه هو او حتى المدرب اللي انا بقرأ الاسم دوت نونو سانتو هتقول اه بص تتكلم فيه مدرب عنده 47 سنة 47 سنة خد بالك يفرق معايا المدرب اللي عنده طموح على فكرة انا برضو ما عنديش مانع المدرب الكبير في السنة والدليل انا كنت مؤيد جدا كلوس كروشي كمل مع منتخب مصر بس المدرب الصغير ده ممكن يديني 7 سنين 8 سنين 10 سنين يبقى مدرب اعيش معاه فترة طويلة بتموحات كثيرة جدا وتطور كثير جدا وهو كمان يبقى عنده اهداف عايزة حققها لسه محققاش في مدربين كبار يبقى حققوا كل اهدافهم يمكن في الحياة بس هم عايزين يستمروا في العمل لكن المدرب الصغير في السن يديك اهداف مختلفة ودي مش قاعدة ولا الاستثناء بتاعها انه مدرب كبير يقدر يعمل كده احنا منتكلم فيه اراء ومعايير زي ما ترككم ممكن يحطها تحت الكور طيب نوح الاسم اللي بعده طبعا ده اسم متاح بس معرفش امكانية انه يدرب فيه القرى الافريقية ايه بس ياريت يدرب ياريت نونو سانتو واحد من اهم المدربين اللي كانوا موجودين في الدورة الانجليزية كان لسه بيضرب توتنهام جنسيته برتغالي 48 سنة تولى تدريب فرق توتنهام ووفرهامتون وفالينسيا الاسباني وريو ايفي البرتغالي اخر فريق ضربه عن توتنهام راتبه 7 ملايين جنيه ستليني في السنة طبعا الارقام دي كبيرة علينا بس نحاول خوانا عن تونيو بيتزي اسباني ارجنتيني 53 سنة ضرب منتخبات السعودية وتشيلي وضرب فرق راسنج كلوب الارجنتيني وفالينسيا الاسباني وسان لورنزو وروزايو اخر فريق ضربه راسنج كلوب راتبه 1 مص مليون دولار في السنة ضرب كبير ورعيب وعظيم ايضا خور خيخيسوس ده يريد ده كمان برتغال انا بحب البرتغاليين بشكل كبير جدا معانا كمصريين بانجح 67 سنة تولى فرق الهلال السعودي وبنفيكا البرتغالي سبورتينيشبونة البرتغالي بورتينيشبونة البرتغالي فلمينجو البرازيلي اخر فريق دربه كان بنفيكا راتبه السنوي 3 مليون يورو لودي جارسيا المدير الفني الفرنسي 58 سنة ضرب فرق اليو الفرنسي سانتيتيان فرنسي مارسيال فرنسي روما الإيطالي واخر فريق دربه اليو راتبه 3 مليون دولار في السنة باولو فونسيكا البرتغالي المزنبيكي 49 سنة تولى فرق بورتو البرتغالي براجع البرتغالي شخطار الأوكراني روما الإيطالي واخر فريق دربه هو إس روما راتب 5 مليون يورو في السنة أندريا شيفتشينكو نجم ميلا أسطورة ميلا واحد من أهم اللاعبين على مرر التاريخ مدرب كبير أيضا أوكراني طبعا 45 سنة ضرب فرق جنوى الإيطالي ومنتخب أوكرانيا واخر فريق كان جنوى الإيطالي راتبه 2 مليون يورو في السنة راح تصور معنا لو ييتش فريقينكو ياريت باتريس بوميل المدير الفني الفرنسي الرائع جدا 47 سنة بيدرب أو ضرب منتخبات كوديفوار ومنتخب زنبيا ومنتخب المغرب تحت 30 سنة آخر منتخب كان كوديفوار راتبه السنوي 700 ألف يورو وحيد حليوزيتش المدير الفني البوسني 69 سنة ضرب منتخبات المغرب ومنتخب الجزائر ومنتخب كوديفوار ومنتخب اليابان باريس سان جرمان الاتحاد السعودي آخر فريق منتخب المغرب وما زال على رأس الجهاز الفني المنتخب المغربي راتبه مليون ومئة ألف يورو في السنة وده آخر مدير